بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نازلنا في تتبع قصص النساء في القرآن الكريم طبعا قصص النساء عام من المؤمنات وغير المؤمنات كقصة نساء فيها عبرة نأخذها درس إنه منها الآية العاشرة في سورة التحريم يقول الله سبحانه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين يعني من الخالدات في النار هذه الآية تشير إلى معنى خطير جدا وهو أنه في بيت القرار الديني هناك خوانة يمكن أن تترتب خيانة نار القرار الديني الأعلى وهو النبي هو اللي يملك سلطان الله في أرضه في بيوتهم هناك خوانة أعداء لا يؤمنون بهذا المبدأ الرسالي الذي جاء به الأنبياء طيب وين في هذه ظاهرة امرأة نوح وامرأة لوط نوح عليه السلام نبي كان هو أول المرسلين ولعله في السلسلة نوح يكون الحفيد السادس لآدم يعني بينه وبين آدم أبو البشر ستة وسائط ستة وسائط أو سبعة يكون جده السادس آدم ذكرنا في ترتيب هو ولد في سنة وفاة آدم ولذا سمي أبو البشر الثاني شيخ المرسلين هو أول رسول هو نوح عليه السلام واتفق أنه عاش طويلا ولكن سبحان الله العمر المديد اللي قضاه في الدعوة إلى الله كل اللي اجتمع ويا صعده بسفينة سفينة فقط هؤلاء اللي كل اللي ويا يقال ثمانين يقال مئة ما يتجاوزون هذا في دعوة تستمرت تسعمية وخمسين سنة ألف إلا خمسين نتاج هذه الدعوة ثمانين شخص واحد يقول تستاهل هاي القضية تتعب نفسك ألف سنة على ثمانين نفر واي ترى الشغلة عجيبة مما يعطي لنا انطباع أن الأنبياء عدهم تكليفي أدوه الآن الأمة تأخذ بي تأخذ نصيبها الأمة ما تأخذ بي هي اللي خسرت وهذا الفرق بين النبوة والملك الملك يكون هدف أن يجمع أتباع أن يكثر ناس أن يقوى سلطانه فش يسوي هاي يظل يحابي يحابي هذا يقرب هذا يروح يشوف لرئيس عشيرة يهادي يعطيه حتى يكثر السلطان ما قالت هذا هو سياقات الملك هاي يوسع رقعة المملكة ويكثر أتباعه أما الأنبياء لا مو هذا وضحهم مو هذا شأنهم النبي عنده تكليف وقيم ينثرها بين الناس من أخذها أخذ حظه أخذ نصيبه هو سعيد واللي يتركها هو خسر ويقول النبي ما يخسر شيء النبي عنده تكليف يأدي حاين نوح عليه السلام ألف إلى خمسين نعم وتالية ثمانين واحد ألف إلى خمسين تسعمية وخمسين سنة يدعو إلى الله بجود في بعض رواية يقولون كانوا يضربونه حتى يغمى عليه ويلقونه في الزبل في المزابل فبعد فترة يقوم سلام الله عليه من المزبلة يقوم ويذهب إلى داره ينظف نفسه ثم يرجع لهم مرة أخرى ونفس الفعل هل تخيلون جهد كد موشي سهل هذا مما يعني أن الأنبياء هدفهم أداء الوظيفة والتكليف الشارعي وليس أنه ملك وبالتالي يضطرون يحابون يجيبون يكثرون أتباع لا لما المقوقس ملك مصر ملك الإسكندرية أهدى هدايا لرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا المقوقس ما أهدى للنبي وهدناه إلا بعد أن ثبت له أنه هو رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريان ولكن سلطنة ملك يروح من عنده إذا آمن بالنبي ويعلن نفسه مسلم فاتقى من من القساوسة اللي عنده فقام راسل رسول الله وأهدى له هدايا سأل دحية الكلب صف لي رسول الله فقال للنبي أنيق النبي نظيف قال لش يحب قال لي يحب العطر يحب العطر ودائما أنيق هو فراح أرسله مرآة ومشط وعطر كثيرا وبعث له بمارية مارية القبطية وبعث له بغلته الشهباء أيضا أهدى لها وأيضا أهدى له قطيفة قطيفة يعني مثل جبه في ذاك الزمان يقولون لا تقدر بثمن مزركشة من غزي الخاص وصناعة مصر ونسيج مصر غيرها ما تعوب عليها سوداء يعني كان سوداء ومطرزة بخيوط الذهب ومعرف شنو وفضة وكذا مبالغ بها جدا وبعث له طبيبه الخاص إذا يحتاج علاج كذا الطبيب همي عالجه فالنبي صلى الله عليه وآله شافها إلى هنا بعث مارية وأخت مارية اثنين من الأقباط فأعطى أخت مارية زوجها لحسان شاعره حسان الثابت وهو أخذ مارية لنفسه وأخذ المرآة والعطر والمشت ثم تقول أم سلمة لبس القطيفة فخطف النفوس والأرواح صلى الله عليه وآله وكان فقر وكان جميل جدا ولذا تقول أم سلمة ما رأيت سوادا على بياض بأجمل وأبهى من رسول الله لما يلبس عمة السوداء نعم أجمل شيء كوني رسول الله صلى الله عليه سيقول فلما لبس القطيفة وخرج على الناس خطف القلوب والعبصار صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وفد مقوقس شاف شاف بهذا الجلال وهذا الجمال ثم قال صلى الله عليه أين أم عبد أم عبد مرأة حبشية من الصومال من أهل الصفة الصفة قلناها احنا اللي هي شرفة مع السقيفة اللي كانت القبلة على القدس كانت هي هذه فلما حولت القبلة السقيفة اللي كانوا يصلون على محراب القدس صارت هي الصفة النبي صلى الله عليه قال وين أم عبد ما أحد عرفها مرأة عجوز من الصومال أو من أثيوبيا حبشية وقعد بالصفة ياه يعرفها فما عرفها إلا أبو ذر الغفاري عذوا لهم أهل الله واحد يعرف الثاني قال لا أنا أعرف يا رسول وهمنا للصفة أبو ذر فراح جابها تقول الرواية كأنها فرخ الناصر ترتعش يعني عجوز كبيرة وكل جسم هي رتعش فوفد المقوقس يباو يشوف شن الموضوع فجاء بها فنزع القطيفة صلى الله عليه وعليه وعلبسها لم هذه لم عبد واخر يتكلم وياها بلغتها اللغة الحبي النبي عرف اللغة طويلة عريضة وقال لها سناه يا أم عبد سناه يعني حلو علي اشتر احتشاب جميل صرت هي تشكر تباست ايد النبي وبذر اخذ هي تتشيل ورجح الى الصفة وهاي القطيفة تخط وراها فوفد المقوقس قالوا والله ما هذا عطاء الملوك هذا لو كان ملك يروح دفعها لعضعف اصعابه اذا واحد ما يرجو من نشي اذا ما يرجو يسوي لهم والله ما هذا بافعال الملوك وليس هو الا نبي فعلا هذا شغل انبياء ولو كان ملك يعطيها لهم ثم سأل الطبيب انت شنو قال لا انا طبيب اذا تحتاج علال قال ارجع لصاحبك فان لسنا بحاجة اليك لاننا لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع ما محتاجين طبيب لاحظ شوف الموقف ارجع لصاحبك فان لسنا بحاجة اليك محل الشاهد قال ليس بعطاء الملوك الملوك يحابون يردون اتباع لهم حواليهم الانبياء مو هذا وظيفته وظيفته ينشر معارف وقيم الله ويقوم بتكليفه الشرعي الناس تقبل علي تاخذ نصيبها ما ترضى نعم هي توفيقها سعاقبتها كذلك ما مر بانبياء الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام صعد وياه السفينة ثمانين بعد صراع جهاد طحن الف إلى خمسين سنة ثمانين واحد امن تكليفة يؤدي لوط عليه السلام فقط هو وبنات تطلع عنه من القرية والباقي كلهم شنو كلهم راحوا وابيدوا بالعذاب ليش تبينت كلهم ذول لوط عليه السلام كان قاعد شمسنا هناك ينازل ويدعو إلى الله نعم واذا هاي الرذيلة انتشرت في قومه كلهم ابتلوا بها كلهم راحوا بها مما يعني انه انت صال لك سنين قاعد هنا شنو سوى والله تكليف يقوم به واجبك تقوم بتكليفك وهذه اشارة للانسان اللي هو عنده مشروع اللي عنده رسالة اللي عنده مشروع رسالي اصلاح انت قل الحق قوم بتكليفه الان اتباعك يكثرون يقلون مو مهم لا تأخذك في الله لما تلائم هذا هو طريق الانبياء قل الحق ولو على نفسك عندك نهضة رسالة قوم بها فاذا الانسان قام بمشروع الله تبارك تعالى يجعله سلطانا يجعله ولاية يجعله نور يجعله تعيد لماذا لانه قام بفعل من هنا هاي الاشارة الخطيرة انه انبياء بهذا المجد بهذه العظمة بهذا الاخلاص في بيتهما عدو لهما وهو اقرب الناس لهم زوجاته ولا يعاب على الانبياء هذا الفعل واحد يقل لك شاشلون نبي هذا ما قدر يصلح زوجته انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يجاء نفس الحال على رسول الله صلى الله عليه وعلي واحد يقول عم ابو لهب ما قدر يصلح عم يريد يصلح العرب ليش ما اشتغل على ابو لهب هنا التجاهل الممنهج الانبياء احرص سيعدهم اوقاتهم ما يضيع عمره في فضاء وفي فراغ الانبياء حريصين على اوقاتهم الوقت كالسيف اللم تقطع وقطعات صحيح هم اكثر ناس منظمين هاي الناحية ما يروح يبذي الجهد على ابو لهب وابو لهب ما يقبل الدعوة شل لبي لاحظ فراح ويا راح العمار وابو ذار وسلمان والمقداد ولو ضعفت المسلمين لكنه يا ابا هذا عم يقول لا يا عم ما يروح يضيع جهد على المعنى كذلك الانبياء العظام نوح عليه السلام ولوت سلام الله عليه اذا هي امرأة منبتها سيء طيب واحد يسأل فلماذا تزوجاها وليش ياخذوها النبي ياخذ زوج بهذا المستوى طبعا هنا نقول فخانتاهما الخيانة بمعنى خلاف الامانة لانه كشف اسرارهما يعني نوح عليه السلام عنده اسرار عنده عمل عنده وظيفة كانت تروح تطلع الاعداء على اسراره تكشف لعدوه اسراره فهذه خلاف الامانة امانة الزوجين تحفظين سر زوجك كذلك لوط عليه السلام القصة يحدثنا انه ضيفين الضيوف اللي جاءوا الى النبي اضافوه هي راحت اخبرت شنو اخبرت قومها ترى عنده ضيوف فهذه وحدها خيانة لو مو خيانة وليس كما يفهم البعض للأسف انه خيانة في الفراش لقد اجمعت طائفة شيعة اهل البيت اسلام اهل البيت على ان فراش الانبياء منزه عن الرذيلة لماذا كما يقول الشيخ طوسي على الله مقام وعلم الهدى لشيد المرتضى وكبار علماء قالوا لانه احنا عقلا عندنا المنفر ممنوع على الانبياء وان الله يغار على الانبياء هذه لوثة يخدش في سمعة الانبياء في قدر الانبياء ضرب الى الانبياء يقول نبي زوج نعوذ بالله بهذا الانحراف الخطير هذا تعطيل لدوره الرسالة المنفر على النبي ممنوع عقلا ليش الممنوع لانه تعطيل لدوره الرسالة الناس تقبل حتى تاخذ دوره تاخذ من عند المعارف واذا هذا عند منفر يبعد الناس عنه فهذا تعطيل لدوره الرسالة من هذا المنفر سمعت اذا كانت زوجت بهذا الانحراف هذا الناس تقول اين بهذا زوجت يمعود هذا زوجت كذا وكذا فلذلك عقلا المنفر طاهر عقلا ممنوع لانه منفر والمنفر عنهم اضف لذلك روايات عندنا تقول تشهد على انه فراش الانبياء طاهر منزه وانما خيانتهما في الامانة خانا في الامانة راحوا كشفوا اسرار انبياء ازواجهم وخانوهما في الايمان بدل ان يؤمنوا برسالتهما كفرته هكذا هو هذا الصحيح وعليه حتى رسول الله صلى الله عليه وعليه اذا كان بعض ازواجه زوجاته خانت المنهج خانت المنهج وراحت خرجت على نعم منهج رسول الله تعتبر خيانا لمبادئ رسول الله صلى الله عليه وعليه وليس كما يتهم هالبعض نعوذ بالله بانه فراش النبي لا فراش النبي طاهر لان هذا لوثه وهذا منفر وتنقيص لقدر النبي صلى الله عليه والله غيور على رجاله ولذلك اجمعت الطائفة المحقة على ان هذا الشيء ممنوع خيانتهما كانت في الامانة وفي الكفر والايمان وليس في الفراش لانه منفر او واضح منفر وعليه لعدل ذلك كله هاتان المرأتان خانت المبادئ التي تربى عليها او ناضل او جاء بها ازواجهما الانبياء العظام نوح عليه السلام ولوط سلام الله عليهم وهنا تظهر هذه المعنى معنى النبوة قلت ان النبوة مو تؤكد على جمع الاتباع وإلى لكن جمع الاتباع كان لهم موقف من ازواجهم ليش ما طردوهما مثلا من بيوتهما لا يتحملها يتلوع بسوء خلق هي يصبر عليها هاي تشهد على نبوته تيتلوع ويداري نعم مداراتهم لانهما فتنتان ازواجهما يقول لك ليش النبي ياخذهم طبعا هذا حتى ينجر على نبينا صلى الله له اسوب الانبياء العظام ولذلك تشوفون حضراتكم القرآن قارن القرآن في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح عمل مقارنة بين امرأة خانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هم يعني تحذير لنساء النبي الذي يريد يحذرهن انه انتو اذا خنتوا الله فله اسوب انبياء الله ايضا عند نساء نوح عند امرأة خرجت عن المنهج يعني موش جديد اذا نساء للنبي يخرجان عن المنهج فله مثل نساء نوح ولوط وضرب الله مثلا بهذا اللي السؤال واحد يقول لك اذن كونها زوجة النبي ما عدتها حصانة وانها مشهود لها بالجنة عادي زوجة نوع عادي زوجة لوت كذلك فواحد يستمر يقول لك معقولة شا ليش النبي يرتبط بها هذا هيت شي ليش اخذها اذا ما كانت صالحة الجواب هنا هي فتنة انما هي الفتنة يعني امتحان الآن احنا زوجات النبي لو ما اخذهن رسول الله صلى الله من يعرف بالتاريخ شنو وزن تاريخيا كل وزن لانهم ارتبط برسول الله صلى الله فصار لهن شأن لو لا ارتباط بالنبي ما صار لهن شأن ام هذي يسمون هن اختبار وامتحان للأمة ولهن هن عليهم مسؤولية يحفظ تراث رسول الله وإحنا المسؤولية ايضا نأخذ من عدهن ونشوفهن الراقب وضعهن اما نجعلهن فتنة ونجعلهن باب في مقابل رسول الله لا مصحف اذا هذا هو فتنة يعني امتحان اذا واحد يقول لك نوح ليش ارتبط بيها يقول لك ارتبط بيها للامتحان للفتنة والامتحان نفس الجواب هنا نجاوب اذا عندنا مشكلة موقف من بعض زوجات النبي واحد يسرد شون تاخذوا الموقف نقول لك نعم كما انه في زوجات نوح ولوط عليهم السلام انما هي فتنة وهذا موضوع الفتنة والامتحان فالشيء عجيب غريب باب واسع دليل على طلاقة القدرة ان الله تبار تعالى يجعل باب الامتحان والفتنة في الروايات تقول ان موسى عليه السلام سعى لربه قال الهي انا افهم ان السامري هو اللي صنع العجل هو راح جاب الذهب وصهر وعمل عجل لكن الصوت الخور منه عمله هو ما عمل الصوت بني اسرائيل بني اسرائيل ما سجدوا الى عجل بني اسرائيل الى عجل السامري حتى خار فاخرج لهم عجلا له خور خور يعني شنو صوت البقر لما لما جاب العجل اله قالهم هذا اله كم واله موسى فنسي ما عبدوا ما صدقوا فلما سمعوا صوت ثور خار له خور يعني صوت بقر طلع من العجل فسجدوا له اذا الصوت هو اللي فتنهم مو في صرف العجل المذهب موسى عليه السلام يسأل يقول لا الهي انا اعرف ان العجل صناعة السامري الصوت من جاء من وين اجه هذا الخور فقال الله سبحانه و سبحانه و سبحانه و سبحانه انا الذي جعلته هذا مني انا خليه الصوت يصير في العجل فعند ذلك قال موسى انما هي فتنتك تظل بها من تشاء هذا يفتح انه فاذباب خطير شنو يعني لو ما كانوا بني اسرائيل عابدين العجل بعد الصوت هنبقوا يجوز الله خليه يحجي يجوز يتكلم مثلا حتى شنو حتى يصعد درجة الامتحان يريد يشوف الامتحان لين يوصل درجات الايمان لين تأخذ هم هذي دليل على من وقليه على ان الله تبرك تعالى اشقد ما تعصيه وما يهم الله لا ينقصه شيء لين طلاقة قدرته لا ينقصه شيء ولذلك يحب ان يرى اثار الامتحان على عباده وإلا شنو تفسروها دخول الجنة بالطاعة هو الله سبحانه تعالى محتاج طاعة الا المطيع ليش لماذا يصنع جنة ونار والمطيع يدخل هنا والعاص يدخل هنا لانه لا يضره شيء لانه مطلق في طلاقة قدرته نعم ما يضر انت تعصيه او تطيعه بالنسبة لله لا ينقص منه شيء انما يحب ان يرى اثار على عبده فيدخلك للجنة بشنو فالله انت مطيع فيدخلك للجنة اما هو ما يهم شيء ولا ينقص ه شيء اذا الخلق كل يعصو لا ينقص من سلطان الله شيء لصرف انه طلاقة القدرة نعم مثل المقنن الدولة الدولة تروح تسوي قانون وتخلي عقوبة للقانون اذا خالفت هذا العقاب لاحظ هو من اول من الاساس لا يخلي قانون ولا شيء دولة وقانون عدو بس هو لا لانت دولة وسلطان يقول لك انا راح اخلي قانون وشرع اذا التزمت بي التزمت انت تستفيد واذ لا اخلي هاي العقوبة القانون الدولة تقدر تعاقبك من دون قانون من دون قانون يعاقبك لكن ليش يخلي هاي القوانين لنفوذه لم يهم انك تعاقب تعصي لما تعصي لكن هو يحب ان يرى التزام المقنن يحب ان يرى التزام بالقانون كذلك الله عز وجل انه يجي باختبار يجي بامتحان ويخلي انت شوف هاي الفتنة انت شرح تتعامل وياها ان الله يحب العبد المفتون التواب ما كعدنا روايات ان الله يحب العبد المفتون التواب يحب واحد ايمان عن جهد وليس ايمان تقليدي مثل ما يقولون او ايمان الاغبياء السذج لا يحب الايمان القوة خذ الدين بقوة وليس ايمان ارعن ولذلك شنو قال في الاثر عندنا سجدة يسجدها عالم اضل من سبعين يسجدها شنو جاهل ليش لان هذا عن علم هذا عن معرفة لماذا اعدنا في الاثر ايضا مداد العلماء افضل من دمائل ليش لان ذول عن معرفة هذول عن وعي ولذلك واحد مثل سلمان الفارسي رضوان الله عليها المحمدي سلمان تيد قيسة مثلنا احنا احنا ولدنا في الاسلام اكننا بالاسلام عايشين بالاسلام سلمان خمسين سنة ينحت صار مجوسي بعدين يهودي بعدين مسيحي بعدين ايجا يدور على الاسلام خمسين سنة يبحث عن رسول الله صلى الله وانت تصير مقامك مثل سلمان انت جيت على الاسلام ونهنا مرفع لذلك بدر اهل بدر اللي ناضلوا حاربوا في بدر مثل مسلمة الفتح اللي دخلوا بعد فتح مكة ولذلك رسول الله قطع الهجرة بعد فتح مكة ما قال ما كوهجرة لا هجرة بعد الفاتح قبل الفتح قد فتح مكة ليجي هاجر الى رسول الله الى حيثية شمون المهاجرين بعد ما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفاتح يش لان اسلام صار عند قوة صار عند مكنة تروح للمدينة تروح للمكة للمكة سوا لكن الزمان كان غير شي لارح للمدينة يتهدم دارك تصادر اموالك اذا الايمان مع الامتحان الله يريد هذا الايمان عن وهج عن علم عن معرفة وليس ايمان مثلا ما اخذه تقليدين اخوة هذا زياد مؤمن لكن مؤمن درجة ذاك المبتلى الممتحان ولعدل ذلك كله تشوف بعض هاي الموارد امرأة نبي نعم ما مؤمن بي طيب يطلقها من اول مرة يطلقها ويفارقها لا يخليها ويتعايش وهاي الاحداث ويتعامل وياها لانه نبي وليس ملك ملوك اذا شعر واحد خائن اذا شعر واحد ما عنده ولائلة شي سوي له يصفيه جسديا يطرده من حوز تو خلاص النبي موهد شي يتعالج وياه يتعايش وياه يتعامل مع الفعل هذا ورد الفعل هي هاي النبوة من خلال هاي التصرف تخرج قيم تخرج احكام تخرج لنا قصص وهذا نفسه ففعله رسول الله مع منافقين في اصحابه مع منافقات في بيته نفس الشي نفس هاي المعنى له اسوة باخوته العنبياء يتعالج مع هاي الفتن واحد يقول ليش ما يسد هاي الذرايع اذا يشك بولا احد اله يطرده يقتله مادم ما عمل اذا ذاك رجل صح لا مو هاي هاي الموازين تخليه اذا كان رسول الله ملكا لا هو نبي والنبوة تعني ان يتعامل مع هذا الوضع وان كان نعم على خلاف رغبته من هنا لا ضير انه انت اذا كنت عندك زوجة مؤذية انك تصبر عليها تتحمل اذا كان عندك زوجة غير موافقة لك في رأيك بعض الناس رأسا يروح يستسهل الموضوع يطلقها لا مو هالدرجاء فذول الانبيان صبروا عليهم وهن بهذا المستوى المؤذي صبروا عليهم كذلك انت تروح توازن تقول عدي منها اطفال او هذي وين تروح اذا طلقتها توهان وهاي ام اولادي بالتالي اصبر عليهم تدرس قد الله يثيبك يا با انا ما لي خلق هاي المرة امشال على قلبي هكذا اصبر عليهم هذا ديدن الانبياء اصبر تتحمل حاول انه ليش توازل امور بانه عندك مثلا منها اطفال او هي مرة كبرت صارت شبيرة مو لاق بعد وين تروح ارحم مثلا طيب هي ما قدرت مخال في انت قدر هذا دليل على مرؤتك دليل على كرامتك بعض الناس حقيقة انا او جلهم يطلقها ويبقى يصرف عليها يقول هاي اخطية وين تروح هو مطلقها ويبعث لها نفقة يقول بعدها هاي ظلت وين تروح يبقى ينفق عليها مو لأولادها لا الها الها عدة امروه عدة كرامه لاحظ هاي خلق نعم هذا خلق جميل وانا اذكرت اية الله العظمى سيد الخنسار على الله ما قام كانت عنده زوجة تؤذي الى درجة تأتي الى درسه فتشتمع امام الناس هو رحمة الله عليه كان يسكت بعدين يقول هكافة انت تعبت الان يلا روح يباچر تعي يسبي النباچر طلقها وبقيت ساكنة افردلها مكان في بيته سئله شلون يقول لا ما عده مكان هاي مرة عجوز ما عده اهل بعد وين تروح طلقها وبقيت انه في رعايته طيب اجيب هاي شي سمونها هاي سمونها اخلاق الانبياء لذلك اذا انت اولا ماكو انسان كامل فاذا انت تشوف مثلا غير متافقة هي معك نعم لكن عندك اطفال منها مثلا لا تستهين بهذا الوضع كله وتروح تعمل الهديلية من حياتك رأسها مو اتشي الامور حتى لو فارقتها فاحترم ذكرياتك معها خليك بمستوى الاخلاق والمروء والمسؤولية يا منساء مثلا متأذية من زوجه بس تصبر علي لاجل اولاده تقول والله انا اولاد عدي منه اشي سو فاصبر عليه نفس الشي الرجل خلي يصبر على اذى زوجته يتحملها ولو غثت بحشايا بتصرف بموقف مو رأسا يشتعل البيت وينهدم هذا الكيان وخصوصا ذول يعدك منها مثلا اسرة هذه المسألة جدا خطيرة ان العسان لا يسترخص الحياة ولا يسترخص الذكريات وعليه ان يصبر ويتحمل فان له اسوأ نعم بالعظام الان في الولايات المتحدة انت ان هنا عندهم انجح زواج اللي يستمر سبع سنين اذا بقى الزواج بين الزوجين سبع سنوات هذا يعتبروه ناجح فما زاد عن السبع يعتبروه وقت احتياطي هذا كل خير زايد المهم وصل سبع هذا يعتبروه ناجح ليش لانه يقولك مع ضغط الحياة ماكو يبقوا اياها السنة وفارقوه تفارقو عندهم سهل الطلاق رأسا او اشهر او سنة او سنتين رأسا طلقهم فاذا وصل الى سبع هذا يعتبروه ناجح هذا الكلام خطير هذا الكيان تهدمع انت عليه اساس ولذلك اعظم في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وعلي يقول اعظم كنوز الاسلام زوجة صالحة زوجة صالحة تعينه على طاعة الله ترفع عنه الاذى نعم هذا كنز من كنوز الاسلام كذلك الرجل في الحديث الشريف ذكرناه في خطبة الجمعة في مشكات الانوار يذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلي حقيقة من اروع ما رأيت وكله رواع صلى الله عليه وعلي يقول قال رسول الله في مشكات الانوار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلي من عاش مداريا مات شهيدا لح اليداري يتحمل ويغض الطرف ويغض النظر يجاك واحد يستفزك بموقف تصبر عليه مو تروح تحرق الأخضر واليابس لا تصبر تطمي نفسك تقبض على نفسك تتحمل من عاش مداريا مات شهيدا الله يعطي أجر الشهيد ليش لأن هذا قدر يسيطر على عصابها يسيطر على نفسها ما يستفز صار عدة موقف حياة صعود نزول فيستفزك واحد زوجتك تستفزك بموقف تقوم تحرق الأخضر واليابس لا تروح تداري صديقك تتحمل من زيد وعاب يقول هذا على هاي السياسة على هاي الوضع يداري الناس مات شهيدا ولذلك من أخلاق الأنبياء مدارات الناس وإذا ما تداريهم الناس تضيع واحد يظل يضرب الثاني كذلك في بيتك هم الناس أولى لك أنه تداريهم عيالك زوجتك غلطت في حقك تحملها تداريها حتى تتعدى المسيرة تمشي الأمور أبنك داري إذا أبنك خطأ داري هاي المدارات لها أثر في نفسيتها من عاش مداريا مات شهيدا وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين الله نفسك على الله وعاله 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 شكرا لكم شكرا لكم